قناة القيادة المبدع تقدم لكم شرح أسئلة الرخصة المهنية لتخصص العلوم إلى السؤال الأول عند تزاوج قطة سود بي كابيتل بي سمول مع قطة بيضاء بي سمول بي سمول ما نسبة احتمالية ظهور قطة بيضاء ألف 50% با 0% جيم 25% دال 100% أولا عندما ذكر تزاوج قطة سود بي كابيتل بي سمول هذا هجين هذا هجين مع قطة بيضاء بي سمول بي سمول هذا متنحي بسم الله عندما ذكر بي كابيتل بي سمول فهو يتكلم عن صفة سائدة غير نقية وعندما ذكر بي سمول بي سمول فهو يتكلم عن صفة متنحية وبيضاء نقية لنأخذ احتمالات الصفات الشكلية أولا بي كابيتل بي كابيتل تعتبر صفة سائدة نقية أسود بي كابيتل بي سمول صفة سائدة هجين سوداء أو أسود بي سمول بي سمول صفة متنحية أبيض إذن إذا وجد بي كابيتل بي كابيتل أو بي كابيتل بي سمول فالون القط أسود إذا وجد بي سمول بي سمول فلون القط أبيض هو يتكلم عن عدد القطط البيضاء عدد القطط البيضاء لنحل المثال عن طريق مربع بانت عن طريق مربع بانت مربع بانت عبارة عن مجموعة من الخلايا في الأعلى توضع الرموز وفي اليسار أيضا توضع الرموز في الوسط يوجد أربع مربعات كل مربع يمثل 25% كل مربع يمثل 25% لذلك عند الحل نستطيع استنتاج النسبة المئوية سواء 50 أو 0 أو 25 أو 100% لنبدأ بالحل الآن لنضع الرموز على الجدول نبدأ بالبداية بالقطط الأسود الهجين ثم بالقطط الأبيض يتحد البي كابيتل مع بي سمول كما يلي ليكون أسود هجين ثم يتحد مرة أخرى مع الآخر فيعطينا أيضا أسود هجين الآن يتحد البي سمول مع البي سمول فيعطينا أبيض ثم يتحد البي سمول مع البي سمول فيعطينا أبيض إذن المطلوب قطط بيضاء هذه هي القطط البيضاء نسبتها كم ذكرنا 25% و 25% إذن الناتج 50% فيكون الجواب ألف 50% إلى السؤال التالي تشترك الخلايا البداية والنباتية في ألف الجدار الخلوي ب البلاستيدات جيم وجود أصواب دال الأجسام المحللة قبل حبل السؤال دعونا نتحدث عن التشابه والاختلاف بين الخلايا البداية والخلايا النباتية والخلايا الحيوانية سنتحدث عن التشابه والاختلاف في هذا الجدول سنذكر التراكيب ثم نتحدث عن وجودها في بقية الخلايا لنبدأ بالتركيب الأول الريبوسومات هل يوجد في البدايات نعم يوجد في البدايات وكذلك في الخلايا النباتية وفي الخلايا الحيوانية إذن يوجد في الخلايا الثلاثة السيتوبلازم يوجد أيضا في البدايات ويوجد في الخلايا النباتية ويوجد في الخلايا الحيوانية إذن أيضا يوجد في الخلايا الحيوانية والنباتية والبدائية المادة الوراثية هل توجد في البدائيات؟ نعم لكنها تكون منثورة داخل الخلية غير محاطة بغشاء توجد في الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية لكنها محاطة بغشاء نووي إذن المادة الوراثية موجودة في جميع الخلايا البدائية والخلايا النباتية والحيوانية الغشاء البلازمي أيضا يوجد في البدائيات ويوجد في الخلايا النباتية ويوجد في الخلايا الحيوانية الجدار الخلوي هل يوجد الجدار الخلوي في البدائيات؟ نعم هل يوجد في الخلايا النباتية نعم هل يوجد في الخلايا الحيوانية لا إذن الجدار الخلوي لا يوجد في الخلايا الحيوانية الأهداب هل توجد في البدائيات نعم توجد في البدائيات ولا توجد في الخلايا النباتية وتوجد في الخلايا الحيوانية في الخلايا المهدبة في الخلايا المهدبة إذا الأهداب توجد في الخلايا الحيوانية الأصوات أيضا توجد في البدائيات ولا توجد في الخلايا النباتية وتوجد في الخلايا الحيوانية البلسيدات هل توجد في البدائيات طبعا لا لأن البدايات في الأصل لا يوجد فيها عضيات فالميتو كندوريا والبلسيدات والعضيات الأخرى لا توجد في البدايات إنما توجد في الخلايا النباتية ولا توجد في الخلايا الحيوانية الأجسام المحللة لا توجد في البدايات ولا توجد في النباتية إنما توجد في الخلايا الحيوانية أيضا المريكزات لا توجد في البدائيات ولا توجد في الخلايا النباتية وإنما توجد في الخلايا الحيوانية النواة لما تكلمنا عن المادة الوراثية ذكرنا أنها في البدائيات غير محاطة بغشاء نوي بينما في الخلايا الحيوانية والنباتية محاطة بغشاء نوي إذن الأصل أن لا توجد النواء في البدائيات لكنها توجد في الخلايا الحيوانية والخلايا النباتية لذلك يطلق على البدائيات النواء على البدائيات النواء الخلايا الحيوانية والخلايا النباتية تسمى حقيقية النواة نعود لسؤال تشترك الخلايا البدائية والنباتية في من الجدول السابق لاحظنا أن الخلايا البدائية والنباتية تشترك في الجدار الخلوي بينما البلسيدات توجد في النبات ولا توجد في البدائية الأصوات لا توجد في النبات وتوجد في البدائية الأجسام المحللة توجد في الخلايا الحيوانية إذن الجواب هو الجدار الخلوي إلى السؤال التالي جميع البيانات نوعية عدا ألف لون الحذر ب مساحة مربع جيم لون ورق الشجر دال جنس المولود أولا ماذا يقصد بالبيانات النوعية وهل هناك نوع من البيانات الأخرى نعم سنتحدث عن البيانات النوعية أولا البيانات النوعية هي بيانات وصفية لا يمكن قياسها بشكل كمي بل يتم وصفها باستخدام الكلمات أو الرموز مثل اللون الجنس والتصنيفات مثل لما نقول ممتاز مقبول نقول طويل قصير هذه الكلمات أو الرموز هذه تسمى بيانات نوعية النوع الآخر يسمى البيانات الكمية البيانات الكمية هي بيانات رقمية يمكن قياسها وتحليلها بشكل كمي باستخدام الأرقام والعملية الحسابية إذن تمثل بأرقام مثل الوزن الطول العمر نقول الوزن مثلاً عشر كيلو جرام الطول أربعة سنتيمتر أو أربعة متر العمر عشر سنوات عشرين سنة فهي أرقام تمثل بأرقام نعود للسؤال هو يتحدث عن جميع البيانات نوعية عادة إذن هو يطلب الكمية لون الحبر نوعي مساحة المربع هذا هو الجواب الصحيح لأن مساحة المربع لابد أن تكتب رقمياً لون الوراق وجنس المولود كلها نوعية إذن الجواب هو مساحة المربع إلى السؤال التالي تشترك الخلايا البدائية والحيوانية في ألف الجدار الخلوي ب البلاستيدات جيم وجود أصوات دال الأجسام المحللة في السؤال السابق تكلمنا عن البدائية والخلايا النباتية لو تذكرنا الجدول السابق لو وجدنا أن البدائية والحيوانية تشترك في الأهداب وتشترك في الأصوات تشترك في الأهداب والأصوات لنبحث عن الأهداب والأصوات نجد النجيم هي الجواب إذن الأصوات هي المشترك بينما الجدار الخلوي هذا في الخلايا النباتية البلاستيدات في الخلايا النباتية والأجسام المحللة في الخلايا الحيوانية إذن التشابه في وجود الأصوات في وجود الأصوات إذن الجواب هو وجود أصوات إلى اللقاء في مقاطع قادمة بإذن الله اشترك معنا في القناة اشتركوا في القناة